CONJUNCTIONS الروابط الروابط هي عبارة عن كلمة تربط بين كلمات أو عبارات أو أشباه جمل أو جمل كاملة النوع الأول COORDINATING CONJUNCTIONS روابط المثل وهي روابط قصيرة وبسيطة تربط كلمة بكلمة أخرى أو جملة بجملة أخرى مثلها في التركيب وتسبقها فاصلة في بعض الحالات وهذه الكلمات هي الرابط AND ويعني و حرف العطف BUT وتعني لكن OR وتعني أو NOR وتعني ولا FOR وتعني لأجل YET وتعني ما زال SO وتعني لذا أمثلة الجملة الأولى I LIKE SWIMMING الجملة الثانية I LIKE PLAYING FOOTBOL وعند ربطهما برابط مناسب تصبح I LIKE SWIMMING AND I LIKE PLAYING FOOTBOL لاحظ أننا استخدمنا فاصلة قبل الجملة الثانية ولكن عند اختصار الجملة الثانية بحذف الكلمات التي تكرر ذكرها في الجملة الأولى لا نضع فاصلة لتصبح I LIKE SWIMMING AND PLAYING FOOTBOL أحب السباحة ولعب كرة القدم مثال آخر الجملة الأولى THIS FOOD IS DELICIOUS هذا الطعام لذيذ الجملة الثانية IT IS CHEAP إنه رخيص وعند ربطهما برابط مناسب نقول الجملتين السابقتين على النحو التالي THIS FOOD IS DELICIOUS BUT IT IS CHEAP هذا الطعام لذيذ لكنه رخيص وسبب اختيارنا للرابط BUT هو ربما يظن المستمع أن الأكل مكلف لأنه لذيذ لكن المتكلم استدرك بالرابط لكن وقال معلومة لم يتوقعها المستمع وهي أن الأكل رخيص ونستخدم فاصلة قبل BUT عندما نربط الجملة الثانية بالأولى ونلغي الفاصلة عندما نختصر الجملة الثانية The food is delicious but cheap الطعام لذيذ لكنه رخيص مثال آخر الجملة الأولى I want to have a good job الجملة الثانية I study English وعند ربط الجملتين برابط مناسب تصبحان I want to have a good job so I study English أريد أن أحصل على وظيفة ملائمة لذا أنا أدرس اللغة الإنجليزية النوع الثاني من الروابط هو correlative conjunctions الروابط المتلازمة وتأتي على هيئة كلمتين متلازمتين وهي both and كلا و not only but also ليس فقط بل أيضا either or إما أو neither nor لا ولا whether or في حالة أو أمثلة على ذلك الجملة الأولى أحمد sleeps early أحمد ينام مبكرا الجملة الثانية علي sleeps early علي ينام مبكرا وبعد ربط الجملتين تصبحان both أحمد and علي sleep early كلا أحمد وعلي يناماني مبكرين مثال على رابط آخر not only أحمد sleeps early but also علي sleeps early ليس فقط أحمد ينام مبكرا بل أيضا علي ينام مبكرا مثال على رابط آخر either أحمد or علي sleeps early إما أحمد أو علي ينام مبكرا neither أحمد nor علي sleeps early لا أحمد ولا علي ينام مبكرا ومثال على الرابط الأخير I will go whether أحمد comes or not سأذهب في حالة أتى أحمد أو لم يأتي النوع الثالث من الروابط هو subordinating conjunctions الروابط التابعة حيث تربط هذه الروابط الجمل التابعة بالجمل الأساسية والفرق بين الجملة التابعة والجملة الأساسية هو أن الجملة التابعة معناها غير كامل بخلاف الجملة الأساسية ذات المعنى الكامل وهذه الروابط هي after وتعني بعد although رغم as حينما because لأن before قبل how كيف if وتعني إذا أو لو once ذات مرة since منذ than أكثر من ذات بقدري ما though مع أن till ريثما until حتى when عندما where أينما whether سواء while بينما أمثلة على ذلك الجملة الأولى أحمد is going to sleep الجملة الثانية he finishes watching the movie وعند ربط الجملتين برابط مناسب تصبحان أحمد is going to sleep after he finishes watching the movie سوف ينام أحمد بعد أن ينتهي من مشاهدة الفيلم والجملة ذات المعنى الغير كامل والتابعة للجملة الأساسية هي التي استخدمنا في بدايتها الرابط after وهي after he finishes watching the movie بعد أن ينتهي من مشاهدة الفيلم فلاحظ أنها ذات معنى غير كامل بعد أن ينتهي من مشاهدة الفيلم ثم ماذا أما الجملة الأساسية ذات المعنى الكامل فهي أحمد is going to sleep أحمد سوف ينام وإذا ابتدأنا السطر بالجملة التابعة نضيف فاصلة قبل الجملة الأساسية ونجعل الحرف الأول من after كبيرا after he finishes watching the movie كما فاصلة أحمد is going to sleep full stop نقطة مثال على الرابط because I like these English lessons because they are easy and useful أحب هذه الدروس الإنجليزية لأنها سهلة ومفيدة فالجملة الأساسية هنا هي I like these English lessons أما الجملة التابعة أو الثانوية فهي because they are easy and useful مثال على الرابط although الجملة الأولى he plays football الجملة الثانية he is sick he plays football يعني يلعب الكرة he is sick يعني هو مريض وعندما نربط الجملتين مع بعضهما البعض باستخدام رابط مناسب يصبح لدينا الجملة التالية he plays football although he is sick يلعب الكرة رغم أنه مريض والجملة الأساسية كاملة المعنى هي he plays football والجملة ذات المعنى الغير كامل والتابعة للجملة الأساسية هي التي استخدمنا في بدايتها الرابط although وهي although he is sick على الرغم أنه مريض وإذا ابتدأنا السطر بالجملة التابعة نضيف فاصلة قبل الجملة الأساسية ونجعل الحرف الأول من although كبيرا فنقول although he is sick كوما فاصلة he plays football نقطة وهذه الروابط يقولها متحدث اللغة العربية تلقائيا عشرات المرات يوميا لذا عندما يتحدث الإنجليزية عليه أن لا يقلق بشأنها لأنه سيقولها تلقائيا دون أن يشعر وإنما أذكرها هنا كنوع للتفريق بين الجمل المفردة والتي تتكون من جملة واحدة والجمل المركبة والتي تتكون من أكثر من جملة وهي أمور مهمة لابد من معرفتها قبل أن نصل إلى دروس تعليم الكتابة بالإنجليزية